عشرات الآلاف من الضربات والغارات والحمم التي ألقتها الطائرات والمدافع وبقية الأسلحة التابعة للتحالف الدولي ضد معاقل داعش ومواقع القاعدة في الشرق الأوسط وعشرات التصريحات خرجت من وسائل الإعلام المختلفة سواء الأمريكية أو غيرها تؤكد أن التنظيمين لحقت بهم خسائر مميتة وأنهما على شفى الانهيار والزوال لكن ذلك لا يبدو دقيقا تماما هذه فحوة تقرير للأول تقرير الأمم المتحدة أعده خبراء فيها ويرى أن التنظيمين رغم كل ما لحق بهما لكنهما احتفظا بقدرات هائلة على المناورة والمراوغة والتواصل مع أنصارهما خارج المنطقة واستقطاب أتباع جدد وفتح جبهات جديدة لسيما جنوب شرق آسيا وينضم إلينا من القاهرة الخبير في شؤون الجماعات الإرهابية ماهر فرغلي ومن واشنطن مساعد وزير الدفاع الأمريكية السابق جنرال مارك كاميث أهلا بكم مع عبر أسكينيوز عربية كما بإمكانكم مشاهدين المشاركة في هذا الحوار عبر طرح أسئلتكم واستفساراتكم عبر صفحاتنا على تويتر وفيسبوك أبدأ معك أستاذ فرغلي هذا التقرير وبعد دخول هذه الحرب ضد داعش وأيضا مواجهة القاعدة عامها الرابع في المنطقة ما زال التنظيم تحديدا داعش يحمل هذه القدرات الاستثنائية وتحديدا التواصل رغم خسرته أكثر من سبعين بالمئة من الأراضي التي كان يسيطر عليها في العراق وخمسين بالمئة من الأراضي التي كان يسيطر عليها في سوريا نرجع للوراء قليلا لكي نعرف لماذا استمر داعش واستمر القاعدة حتى الآن بداية الحرب على الإرهاب الحرب الكونية على هذا الإرهاب وهذا الاختبط والوحش التي أعلنتها الولايات المتحدة الأمريكية باعتبار هي أكبر قوة في العالم كانت لها محورين المحور الأول أو الخطوة الأولى بدأت في عهد بوشي الإبن حينما عسكر هذه الحرب وكان يواجه هذه الجماعات مواجهة مباشرة وكان يريد تجميعها في أفغانستان أو في العراق ثم ضربها ضربة واحدة وفشلت هذه العسكرة في القضاء على هذه الجماعات بل تسببت في زيادة هذه التنظيمات وحتى وصلنا إلى النسخة الأشد تطرفا وهي تنظيم داعش في عهد الرئيس السابق أوباما أصبحت تنفيذ عن بعد أصبحت المواجهة من التحالف ومن الولايات المتحدة الأمريكية عن بعد بمجموعة من المحاور المحور الأول هو وضع سنائيات طوال الوقت يعني سنائية جبهة النصر أمام الجيش السوري الحر الجيش السوري الحر أمام النظام السوري نظام السوري وهكذا وداعش أمام القاعدة والقاعدة أمام الأكراد هذه السنائيات طوال الوقت بحيث لا ينتصر طرف على طرف طوال الوقت الكل يصبح تحت المصار الأمريكي بحيث أن داعش لها خط معين لا تستطيع أن تتعداه وحينما تتعدى هذا الخط في مناطق الكرد على سبيل المثال يتم القصف الأمريكي جوا لها أما سوى ذلك فتبقى داعش في النهاية مذهبة الصراع بحيث تصبح الطائفية طوال الوقت هي المتسببة في خلق هذه السنائيات بناء عليه وصلنا إلى هذه الحالة الحالة الأولى أنه لا توجد إحصائية واضحة ولا دقيقة ولا حقيقية لا لعدد داعش ولا عدد القاعدة ولا لهذه الفصائل كلها ثانيا لا يوجد تعريف واضح لمفهوم الإرهاب لا يوجد تعريف واضح لمن هي الجماعة الإرهابية ولمن هي جماعة المعارضة ولا لمن هي الجماعة المسلحة وصلنا إلى أن المصار إنسد وأصبح هناك هذه التنظيمات ما زالت متواصلة وما زالت مستمرة رغم 890 ضربة جوية لمواقع هذه التنظيمات وهذا وفق الإحصايات الأمريكية التي أعلنوها من قبل إذن هذه الحرب بهذه الطريقة سواء في عهد بوشليبن أو في عهد أوباما أو حتى في عهد ترامب الآن حينما تغيرت الأمور قليلا بمحاولة تكفيف منابع الإرهاب ببعض الجمعيات وبعض الدول وحصار هذه الدول التي تمول هذا الإرهاب وحصار هذه الجمعيات التي تمول الإرهاب هذا كله لن يتأتى في النهاية ولن يأتي في النهاية على القضاء على هذه التنظيمات نظرا لأن هناك أسباب وتنوعات وأشياء تخلق جمعات مشرحة جديدة هل تحديدا هذه النقطة هل يمكن أن يكون السبب الرئيسي هو منذ بداية أغسطس عام 2014 هناك غياب لأي استراتيجية واضحة على اختلاف الإدارات الأمريكية في السابق واليوم الإدارة الجديدة وهذه الرؤية المشتلة البنتاجل بالطبع هناك خلل في استراتيجيات نعم السؤال مواجهة للأستاذ ديفيد إذا كنت تتحدث عن الفترة الممتدة من أغسطس 2014 إلى الآن أن هذه كانت حالة خاصة وهي داعش وإعلانهم الخلافة المزعومة وأن نقول إنه لم يكن هناك جهد كافي لتدمير هذه الخلافة هو كلام غير دقيق كان هناك العديد من الاسترجاعات لأراضيهم تمانين في المئة من مقاتليهم الآن قتلوا وأنا أثق بأن الأراضي الموجودة في سوريا من تلعفر إلى الرقة أعتقد أنه في أشهر المقبلة ستدمر لن تدمر المجموعات الإرهابية لكن ستدمر أساساتهم ومعاقلهم وهذا سيكون رسالة للجميع أن هذه الخلافة المزعومة قد انتهت وخصوصا المعقل الذي ادعوه فيه الرقة والمصل لن يكون في حوزتهم لذلك داعش ستكون جماع إرهابية أخرى لكن بدون أراضي بدون جنود وبدون جيش وبدون قوة لتقول هي موجودة أزاد فرغلي هل هذه الهزيمة الحتفية فقط فقدان هذه المناطق التي يسيطر عليها التنظيم أم أنه أيضا بدل استراتيجيته وهو يواصل دعواته أيضا يؤمن التمويل في أوروبا وفي عدد كبير من دول العالم إذن هذا هو الخلل هذا هو الخلل الحقيقي في الرؤية يعني هناك أنواع متنوعية يعني القيادات هذه التنظيمات ثانيا هيكل التنظيم نفسه مجل الشورى تمويل وغيره ثالثا أفكار هذه التنظيمات الولايات المتحدة الأمريكية والتحالف الآن يتحدث عن الأرض يتحدث عن سيطرة قوات داعش قوات النخبة الداعشية التي تسيطر على الأراضي وتدير هذه الأراضي إذن حينما أنت تأخذ هذه الأراضي أنت لم تقضي على التنظيم بعد حتى لو قضيت على البغدادي نفسه المسألة هنا متعلقة بأفكار متعلقة بوجود التنظيم أنت حولت التنظيم من فوق الأرض إلى أسفل الأرض أنت حولت التنظيم من التمكين إلى الشتات كمن وضع يده في عش الدبابير أنت فقط وضعت يدك على عش الدبابير وسيطرت على هذا العش فانتفضت هذه الدبابير وانتشرت في العالم كله الآن داعش يا سيد الفاضل على سبيل المثال تعتمد ليس على جيش النخبة فقط الذي تقاتل به من عناصر الشيشانية والعناصر العراقية وغيرها وإنما تعتمد على خلايا موزعة خلايا موجودة داخل سوريا والعراق ستتحول هذه الخلايا إلى الصحراء وهذا ما قالوه بالفعل قالوا أن الخلافة في أحد إصداراتهم في جريدة النبأ قالوا أن الخلافة ليست خلافة على الأرض بقدر ما هي خلافة العقول ستتحول هذه القوات إلى الصحراء لديهم ما يسمى بالزئاب المتوحدة لديهم ما يسمى بالأفرع والأزرع الأخرى التي موجودة في العالم لديهم الآن تحول الجديد وهو خلق مساحات جديدة وخلق إمارات جديدة ورأينا في الأون الأخيرة كيف ذهبوا إلى الفلبين في مراو ورأيناهم كيف ذهبوا إلى السومال ورأيناهم كيف تموضعوا في وسط أفريقيا وفي قلب أفريقيا الآن لمحاولة إيجاد موضع قدم جديد إضافة إلى العمليات المتوقعة بعد عودة العائدين من سوريا ومن العراق إذن التنظيم مستمر حتى هذه اللحظة ولا يجوز لنا أن نقول أبدا أننا قضينا على التنظيم بفعل سيطرتنا على المركز بل فقط حولناه من التمكين إلى الشتات جنرال ديفيد خطورة ما حصل في جنوب الفلبين هل يخلق أيضا داعش له معاقل جديدة في جنوب شرق آسيا وهو أيضا هذا الأمر بشكل مباشر لم يتم وضعه على الطاولة لمعالجته بسرعة وبشكل طارئ وقد يتفاقم ليحصل ما حصل في الموصل لا أعتقد أنه كان أمرا غير متوقع في بداية نقاش تحدثنا عن داعش بربطها بخلافتها المزعومة لكن هذا لن يتغير عندما تدمر دولة الخلافة المزعومة كمثل العديد من الجماعات الإرهابية فهي إما تكون لديها أشكال ومظاهر متعددة سواء ذئاب منفردة أو سواء عمليات سواء القاعدة في شفاة جزيرة العربية أو القاعدة في المغرب الإسلامي أو جماعات أخرى مثل الشباب في إفريقيا الجماعة الإسلامية كذلك في آسيا هذا ما سيحدث لداعش ستكون جماع إرهابية أخرى توظف هذا النوع من التكتيكات التي أصبحت معتادة بآب المنفردة في أوروبا عمليات في سيناء والقضية الخاصة والمتعلقة بخلافة داعش في سوريا والعراق هذه الخلافة على وشك أن تدمر داعش لن تدمر وركائز أيديولوجيتهم ستبقى داعش نفسها ستتحول من جبهة مسلحة وعسكرية إلى جماعة إرهابية باسم آخر مثلا مثل الجماعة الإسلامية أو الجماعة الإسلامية من أسباكستان أو الشباب أو اسم آخر من بين الأسماء الإرهابية إذن ليست مرتبطة بالخلافة لكن يجب أن ندمر هذه الخلافة قبل أن نواجه هذه الجماعة الإرهابية الجديدة أستاذ فرغ لي هذه الأخفقات التي تحدثت عنها بداية للتحالف أكثر من 69 دولة تشارك إن كان في العمليات أو حتى في التدريب أو ربما في جزء بسيط من التمويل وهذا الدعم الاستخباراتي واللوجستي هذه الأخفقات بدأت مع انطلاق الحملة منها تكشفت ربما في العام الثاني والعام الثالث لا هي بدأت مع بداية هذه الحملة على تنظيم داعشة وتنظيم القاعدة في الحقيقة نظرا للأجندات المختلفة للدول الموجودة يعني فكل من هذه الدول كان يريد الاستفادة بأقصى قدر ممكن من وجود مثل هذه التنظيمات فوجدنا مثلا على سبيل المثال تركيا كيف كانت تمرر حتى في بداية هذه الحملة على الإرهاب وحملة التحالف الدولي كيف كانت تمرر المقاتلين أو تمرر الأسلحة وكان هذا يجري تحت عينها وتمرر كذلك صفقات بيع البترول وصفقات التمويل التي كانت تأتي للتنظيم هذا كله على حساب الأكراد فإذا كانت داعش هو ورقة رابحة للجميع داعش هو من كان يقف في مواجهة المد الطائفي الآخر وكان يقف مساندا للملف التركي ضد الأكراد وكان يقف في مواجهة تنظيم القاعدة لكي يجري توازنا معه في الوقت نفسه كان القاعدة يواجه داعش وكان في نفس الوقت يواجه النظام السوري إذن كانت هذه السنائيات الحقيقية التي تسببت في إطالة أمد الحرب على الإرهاب وفي إطالة أمد هذه التنظيمات الموجودة حتى الآن ولم تقضي على دولة الخلافة المزعومة هذا كله كان يتكشف في البداية يعني كانت الصور تتوالى حول سيارات البترول وتبادل الغاز وتهريب الأصار كل الذي كان يجري تحت عين وبصر التحالف الدولي بل هناك اتهامات كانت واضحة بأن طائرات من طائرات التحالف كانت تلقي الأسلحة على مناطق لتنظيم داعش وهذا كله نقلته تقارير لمجلات وجرائد عالمية موسوق بها إذن المسألة كلها مسألة تتعلق بالوضعية بوضعية هذه التنظيمات وبفائدة هذه التنظيمات لبعض الأجندات المختلفة الأجندات سواء الإقليمية أو الدولية سأتبع مع ضيفي من القاهرة ومن واشنطن ولكن لنأخذ بعض مشاركات المشاهدين عبر وسائل التواصل الاجتماعي نعم روبير نبدأ من مشاركة لسالم الذي يقول انتهى داعش الدم وما زال داعش المال هنا عبدالله في مشاركة أخرى يقول قضى على داعش وقتل زعيمه والقضى على القاعدة وقتل زعيمها يترى مال قادم كانت هناك شكوك حول مقتل زعيم داعش هنا ثامر يقول انتهى فيلم الرعب داعش باخراج سينمائي أمريكي وتنفيذ إيراني يتساءل هل نتوقع فيلم رعب آخر وفي النهاية هذه المغردة تقول حتى لو تم القضاء على الجسد الداعشي فهم لا يزالون موجودين بأفكارهم الإشكالية ليست في الجسد وإنما في الفكر الداعشي كما ذكر ضيفنا من القاهرة وهنا الخطورة وتحديدا دعوة أيضا ربما متضرفين جدد في عدد من هذه المناطق التي أيضا لم تكن تحت المجهر الدولي أو تحت المراقبة أو الرقابة وهذا قد يكون الأخطر صحيح شكرا لك سامي أعود إلى ضيفي من القاهرة ومن واشنطن جنرال كامث خطورة غياب الدولة الاستخباراتي في السابق ورصد هذه المنابع وهذه المناطق يدفع اليوم إلى ربما تكثيف هذا العمل الاستخباراتي بالتوازي مع العمليات التي تحصل في الميدان الحملات وأيضا الغراط التي تستهدف هذه المواقع في سوريا وفي العراق نعم أتفق تماما معكم بأنه لم يكن هناك جهود استخبارية كافية في تاريخ الحروب عندما يكون هناك حروب من هذه الطبيعة لا يكون هناك استخبارات كافية علينا لا نستثمر فقط في العمليات الحربية وإنما أيضا في المنصات الاستخبارية والمنصات المعلوماتية لنقوي جهودنا وهذا لا يقتصر على أعضاء التحالف وإنما الأشخاص الذين يوجدون في الميدان نواصل مقاتلة داعش سواء كانت هناك استخبارات أم لا لكن أقول إن كل القيادات في التحالف تحاول أن تجلب معلومات إضافية من أجل مساعدتها للتعمق أكثر فأكثر في استئصال داعش والإرهابيين أستاذ فرغلي عندما يتحول أي تنظيم إلى تنظيم عالمي وهو ما حصل إن كان في القاعدة وإن كان في حالة داعش ولكن السرعة التي نجح فيها تنظيم داعش في هذا الانتشار وأن يبلغ هذه المناطق من العالم تنفيذ عمليات في عواصم أوروبية وفي مرافق حيوية أيضا هناك هذا الذكاء الإرهابي والذي لم يتم التطرق إليه ولم يتم تتم محاربته بشكل مباشر نعم لاختلاف الأجيالي يعني هذا الجيل من الجيل الجديد من هذه التنظيمات هو جيل قفز على الاستراتيجيات القديمة وتوسع في أدليوجيات التكفير وتطرف بها أكثر ومع تطور التكنولوجي هذا الجيل كان جيلاً مختلفاً في الحقيقة داعش جاء في هذه اللحظة لحظة ما يسمى بصورة الربيع العربي وكانت هي الفرصة غير المسبوقة التي استفاد فيها من سقوط بعض الأنظمة ومن السيولة الحدودية ومن حالة السيولة الفكرية التي حدثت في المجتمع العربي والمجتمع الإسلامي على سبيل العموم ومن هنا استفاد بعمليات التجنيد في هذه اللحظة الفارقة أعلن عن ما يسمى دولته دولة الخلافة وهو هنا حل المعادلة التي لم تستطع القاعدة أن تحلها على الفور القاعدة كانت تريد حل هذه المعادلة بعد عشرات السنين الأخرى داعش استطاع أن يحل معادلة الجهادية الجهادوية الكبرى وهي إقامة الدولة إقامة الخلافة وأرسل خطاباً جديداً وهي أن الدولة موجودة وأن الخليفة الذي يشبه الخليفة العباسي خرج على منبر مسجد الموصل وخطب به ومن هنا جاءت الأفواج من كل أنحاء العالم تهاجر لهذا التنظيم هذا هو ما نجح فيه داعش فوجدنا خلق محطات وخلق أفرع وأزرع متتالية ومتوالية وجاءت البيعات تطرى من أفرع كثيرة مثل فرع سيناء على سبيل المثال لهذا التنظيم رغم الخلاف الأيدلوجي والخلاف الفكري لكن حدثت تقارب الفكر الأيدلوجي بسبب إعلان هذه الدولة وبسبب حل هذه المعادلة الآن حينما تسقط الخلافة وتتحطم هذه الدولة دولة البغدادي لن يتبقى أمام التنظيم إلا مجموعة من الحلول الحل الأول وهو أن يعلن انتهاء خلافته وانتهاء دولته إلى الأبد وأعتقد أنه لن يفعل ذلك مطلقاً وأنه سوف يلجأ إلى تفسيرات تاريخية وتفسيرات تراثية أخرى تجعل الخليفة يمكن أن يختفي وممكن أن تكون الخلافة قائمة رغم وجودها على الأرض ومن ثم سوف يلجأ إلى الصحراء وإلى حروب العصابات والحروب الانتحارية والانغماسية من جديد على الإغارة على المدن التي تم تحريرها منه ولكنها لن تنجح مثل هذه الحروب فسوف يلتجي فيما بعد إلى الحل الأخير وهو محاولة إيجاد محطات بديلة أو محاولة خلق عمليات جديدة والقيام بعمليات انتحارية كبرى في أنحاء متفرقة من العالم لكي يرسل رسالة العالم أنه ما زال موجودا ولكي يزبط وجوده ويزبط كيانه حتى أيضا يضم عناصر جديدة ويظل مستمرا تحت اسم جديد أو تحت اسم لواء جديد أو حتى لو بقي يسمعه كما هو لكنه سوف يستمر في مثل هذه الأعلى جنرال كامث هناك أيضا قلق من أن تكون استفادت القاعدة من هذه الحرب ضد داعش لبناء قواعدها من جديد وهذا يعني ما لم تلحظه العمليات الأمنية والاستراتيجية التي كانت تركز بشكل مباشر على مناطق وقواعد تنظيم داعش أعتقد أن هذه نقطة مهمة أننا ركزنا أكثر على داعش وقللنا تركيزنا على القاعدة لكن الذي يجب أن ندرك هو أن الجهد الأساسي كان ضد داعش لأسباب معروفة لأنها كانت تنتشر وتقتل الآلاف وكانت تحصل على قوة أكثر وإن لم نفعل ذلك سنكون في وضعية أصعب مما كنا عليه قبل ثلاث سنوات في الجهة الأخرى القاعدة والشباب والحركة الإسلامية لباكستان والجماعة الأفغانية كل هذه الجماعات وكذلك القاعدة في سيناء نرى هذه الجماعات تطفو مجددا على السطح وأعتقد أنه بعد أن أوشكنا على هزم داعش وخلافته يمكن أن نستخدم مواردنا للتركيز ليس فقط عن جماعة واحدة وإنما عن كل هذه الجماعات التي تهدد قادتها وشعوبها ودولها أستفرغ لي أن يبقى هذا العنصر الجاذب لدى ما كان الأشيطة التي كان يوزعها تنظيم داعش وهذه الأجندة غير المسبوقة والتي أيضا استهدفت العقول المصابة والعقول المريضة في عدد من الدول وقد استفاد منها هذا التنظيم في السنوات الثلاثة الماضية أعتقد أن لكل زمان حكمته حتى أيام تنظيم القاعدة كانت هناك ظروف مثالية جعلت القاعدة ينتشر ويتحول إلى شبكة رأينا في هذه الظروف بداية كيف كانت قناة مثل قناة الجزيرة على سبيل المثال توزع شرطة باللدن وتزيعها على الهواء مباشرة ورأينا كيف أن عناصر القاعدة وقياداتهم بقوا على قيد الحياة لأطول فترة ممكنة حتى أن الظواهر لا زال حتى هذه اللحظة وهو الرفيق الأول لأسامة باللدن ما زال على قيد الحياة هنا الداعش اختلفت الأمور قليلا فقدت 80% من قياداتها الآن هناك حصار كبير جدا لهذا التنظيم سواء على الأرض أو سواء في أزرعه وأفرعه لكن أعتقد أن هذا كله مع السياسات الدعائية والإعلامية والعالم الافتراضي الكبير جدا الذي استطاع داعشا يخلقه على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى صفحات الإنترنت أعتقد أنه ما زال يحتفظ بنقطة جذب نقطة جذب التنظيم أنه التنظيم الذي يحارب وفق تعليماته وفق أفكاره يحارب الشيطان ومن هنا ما زال هذا التنظيم يحتفظ ببعض الأوراق التي يستطيع أن يضم عناصر جديدة بها وأن ينشئ كوادر قيادية أخرى ويستمر لحظات أطول مما ينبغي له جنال الكامت عندما تحدث بداية بأن انحسار أيضا هذا النفوذ استعادة عدد كبير من هذه المناطق إن كان في العراق أو حتى سوريا أهمية ما تحدث عنه أستاذ فرغلي أن انحسار بلسبة عالية جدا لدور التنظيم على مواقع التواصل الاجتماعي تحديدا على تويتر كان هذا ما أعلنه التحالف الدولي يفقده هذا العنصر الجاذب كما قلتم في البداية هم يستغلون هذا الوجود لوسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر ومبدئيا من أجل التجنيد والاستقطاب إذن الجواب ليس إغلق تويتر أو فيسبوك وإنما محاربة الرسالة التي يبعثون بها رسائل مثل تعالى إلى دولة الخلافة فهي مكان رائع والناس يعيشون كمسلمين حقيقيين في هذه الدولة الخلافة نعرف أن هذا غير صحيح وكلما استطعنا أن نستغل هذه الفرص لتوضيح الصورة الحقيقية والقاتمة لهذه الرسائل من أجل أن نجهد عملياتهم في تجنيد والاستقطاب لكن إذا كانت هذه الرسائل قد تعمل معها ووجهت فإن جهودهم ستتبدد لا نغلق الأنترنت أو وسائل تواصل اجتماعي لكنني أعتقد أنه علينا أن نتعامل بشكل معاكس لهذه الدعاية وبرسائل معاكسة لدعايتهم من قبل الدول أنفسها التي تحارب هذا الفيروس الذي يسمى داعش وأيديولوجيتها وحتى لا يستخدم هذا الفيروس لاستقطاب الأشخاص الذين يعانونها الشاشة في أوروبا وإفريقيا وأسيا جنرال مارك كاميث مساعد وزير الدفاع الأمريكية السابق كنت معنا من واشنطن ومن القاهرة الخبير في شؤون الجماعات الإرهابية ماهر فرغلي شكرا جزيلا لكما موسيقى